تعتبر سلامة وموثوقية مكونات وأنظمة الطائرات أمراً بالغة الأهمية في صناعة الطائران وتعتبر الحرائق خطرة في جميع أقسام الطائرة خاصة في الخزانات التي تحتوي على وقود الطائرات في هذا الفيديو سنتحدث عن أنظمة توليد النايتروجين في الطائرات وأهميتها البالغة في حماية خزانات الطائرات من الانفجار فابقوا معنا في عام 1996 وبعد حوالي 12 دقيقة من بداية الرحلة رقم 800 التابعة لشركة TWA سقطت الطائرة بوينغ 747 في البحر قبالة السواحل الشرقية لمدينة نيويورك خلف هذا الحادث الكارثي مقتلى 230 راكباً بما فيهم طاقم الطائرة تم ربط هذا الحادث بحدوث شرارة كهربائية في إحدى خزانات الوقود والتي تسببت في الانفجار عندما لامست بخار الوقود والهواء أو بكلمة أدق الأكسجين لفهم ما حدث أثناء الانفجار بشكل أعمق يجب أن نعرف بأن أي حالة احتراق أو انفجار هي اجتماع لثلاثة عناصر أساسية معاً والتي تدعى باسم مثلث النار يظهر الشكل رسماً تخطيطياً لمثلث النار يصور العناصر الثلاثة التي يجب أن تكون مجتمعة لحدوث حريق مصدر للوقود والإشعال والأكسجين بمعنى أنه إذا أزلنا أي عنصر من عناصر مثلث النار فسنخمض الحريق أو نمنع الانفجار داخل خزان الوقود لا يمكن أن نلغي العنصر الأولى من مثلث النار والذي هو الوقود كما أن مصدر الإشعال لا يمكن التحكم به مئة في المئة لأنه ربما يمكن أن يحدث عن طريق شرارة صغيرة بشكل غير مقصود كما حدث في كارثة شركة AWA التي تحدثنا عنها في بداية هذا الفيديو إذن العنصر الوحيد الذي يمكن التحكم به بشكل عملي واقتصادي هو الأكسجين أو بكلمة الندق منع وصول الأكسجين إلى المستوى الذي يمكن أن يسبب الحريق أو الانفجار والذي هو 12% أي أن نسبة الأكسجين الموجودة داخل خزانات الوقود يجب أن لا تتجاوز 12% تحت أي ظرف مما سبق ولتقليل احتمالية حدوث حرائق في خزانات وقود الطائرات كلفت إدارة الطيران الفيدرالية FAA مصنعي الطائرات بتقليل تعرض الغازات القابلة للاشتعال في الخزانات للأكسجين وذلك باستخدام أنظمة الوقود الخامل Fuel Inerting Systems لكن ما هو Fuel Inerting System؟ إن الـ Fuel Inerting System أو نظام خمول الوقود هو عملية منع الاحتراق في مكان مغلق باستخدام مادة غير متفاعلة كيميائيا أي تعمل عمل العازل والنيتروجين هو خير مثال على الغاز الخامل مما سبق توصل المصنعون إلى إنشاء أنظمة توليد النيتروجين في الطائرات أو ما يدعى Aviation Nitrogen Generation Systems NGS إن أنظمة توليد النيتروجين في الطائرات NGS هي المعدات المستخدمة لتوليد النيتروجين النقي أو الهواء الغني بالنيتروجين مما يساعد على منع احتمالية الاشتعال في الفراغ الواقع فوق مستوى الوقود داخل خزانات الوقود الوسطى في الطائرات ويمكن أن تكون أنظمة توليد النيتروجين NGS للطائرات عبارة عن معدات محمولة أو مثبتة على الحائط يعمل النيتروجين كغاز خامل في درجة حرارة الغرفة وهو أكثر كثافة من الأكسجين وتعمل أنظمة خمول وقود الطائرات Aircraft Fuel Inerting Systems باستخدام النيتروجين لتحل محل الأكسجين في خزان وقود الطائرات الأوسط والمعروف باسم Nitrogen Burging حيث يساعد تركيز الأكسجين المنخفض في الخزان على منع الانفجارات لكن كيف تعمل أنظمة خمول وقود الطائرات Aircraft Fuel Inerting System؟ درست إدارة الطائران الفيدرالية عدة طرق لتقليل تعرض الطائرات التجارية للاشتعال ومع ذلك تم تطوير تقنية واحدة ونشرها على نطاق واسع وهي دمج وحدات فصل الهواء في خزانات الوقود Integrating Air Separation Modules ASM تم ذلك بالاشتراك مع بعض الشركات المصنعة للطائرات الرائدة حيث صممت نظاما لتوليد الغاز الخامل على متن الطائرة Onboard Inert Gas Generation System OBI GGS دعونا الآن نغوص أكثر لنعرف كيف تعمل مولدات النايتروجين في الموقع On-Site Nitrogen Generators يعمل هذا النظام ببساطة على فكرة فلترة الأكسجين وبقية الغازات من الهواء الذهب إلى خزان الوقود الأوسط أي لن يصل إلى الخزان بعد هذه الفلترة إلا النايتروجين بكلمة أخرى فإنه في الحقيقة لا يتم توليد النايتروجين ولكن يتم فلترة كل الغازات من الهواء العادي ليبقى النايتروجين ويتم ضخه إلى داخل خزان الوقود الأوسط يظهر المخطط أمامنا رسما مبسطا لهذا النظام في الكثير من الطائرات التجارية مثل طائرات Airbus و Boeing 777 يبدأ هذا النظام بإدخال الهواء الخارجي من محركات الطائرة والذي يدعى بالبليد Air مع العلم بأن بعض الطائرات مثل Boeing 787 لا تستخدم البليد Air بل يوجد ضغط كهربائي لتوليد هذا الهواء يتم بعد ذلك إدخال هذا الهواء إلى جهاز يحول غاز الأوزون O3 إلى الأكسجين العادي O2 وسبب هذا التحويل هو لحماية عناصر النظام الأخرى من الأكسدة بعد ذلك يتم تمرير الهواء عبر مبادل حراري من نوع هواء ليتم تبريد هذا الهواء الذي يكون ساخنا للغاية بعد خروجه من المحرك وبالتالي سيعمل هذا على حماية العناصر الأخرى في النظام من الحرارة المفرطة ويزيد كفاءتها ثم يتم عبور الهواء إلى فلا ترى لتنقية الهواء من الشوائب والرطوبة بعد ذلك نصل إلى المرحلة الأهم التي تدعى بموديول فصل الهواء Air Separation Module ASM حيث يقوم تقريبا بترشيح كل شيء مع دغاز ثناء النيتروجين N2 الموجود في الهواء يتم هذا الفصل عن طريق تمرير الهواء من خلال أنابي بلفية نصف منفذة تعتمد في عملها على فكرة أن جميع الجزئات تقريبا هي أصغر من جزئات ثناء النيتروجين N2 حيث تمر بمعظمها عبر تلك الأغشية ويتم طرحها إلى الخارج تاركة النيتروجين فقط ليصل إلى خزان الوقود الأوسط طبعا يوجد في هذا النظام فلا تر في مراحل مختلفة لحماية مكونات النظام من الشوائب كما توجد صمامات للتحكم في توقيت ومعدل التدفقات بالإضافة لحساسات مختلفة كل هذا يدعى بنظام التحكم بتوليد النيتروجين NGS Control System أما أهم فوائد أنظمة توليد الغاز الخامل على متن الطائرة فيمكن تلخيصها بما يلي أولا التكلفة القليلة نظرا لأن المادة الخام عبارة عن هواء فإن هذه الأنظمة تنتج غاز النيتروجين بتكلفة قليلة مما يضمن إمدادا موثوقا به من النيتروجين أثناء الاستخدام ثانيا الكفاءة يمكن للنظام NGS للطائرات أن يولد غاز النيتروجين الخالي من الشوائب وبخار الماء فهي أنظمة طيران خفيفة الوزن قادرة على إنتاج N2 بنسبة نقاء قد تصل إلى 99.99% ثالثا الأمان يولد NGS في الموقع غاز النيتروجين للاستخدام الفوري دون تخزينه هذا يلقي الحاجة إلى التخزين الموقع في استوانات الضغط العالي أو الخزانات الضخمة والمعرضة للتسرب ونظرا لأن غاز النيتروجين يمكن أن يحل محل الأكسجين فقد يتسبب في الاختناق في الأماكن الضيقة مثل كبائن الطائرات أثناء وقوع حادث رابعا الموثوقية تتمتع أنظمة NGS للطائرات بعمر خدمة أطول مع التشغيل الألي كما أن تكلفة الصيانة أقل عموما من الحلول التقليدية ونادرا ما تكون هناك حاجة لاستبدال أجزاء هذا النظام وإلى هنا نكون قد تعرفنا بفكرة مبسطة على نظام توليد النيتروجين في الطائرة وأهميته في الحد من الحرائق خاصة في خزانات الوقود ومنع حصول الكوارث لا سمح الله إذا عجبكم هذا الفيديو أرجاء الضغط على زر العجاب والاشتراك في القناة كما سأكون شاكرا لكم لو شاركتم هذا الفيديو لكل عاشق للطيران وعلومه أراكم في الحلقة القادمة إلى اللقاء